اليوم مثل ما وعدتكم راح نكشف لكم من هي الناشطة اللي قاعدة تزرع في السم في العسل بأسلوب رقيق ترمي في السم في العسل وتقول لك نحن نقاوم النظام الفاسد وكذا وكذا وهي تزرع السم اللي هي المدعوة منار منصري مايش مناصري مناصري أنا قتمرات نقول مناصري هي منصري لأنو صني الاس دوستا منار منصري هذه الأفعى السامة أنا وجهت لها رسالة قبل يومين وقلت لها لتزني حدودك وراعي مصلحة الوطن واختيك من اللعب مع الخوانة والعملاء هي ردت علي فيديو تشتم ومرتزقة وكذا 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 إذن أنا أعطيت لها فرصة لكن هي محبتش التوب وكان لازم الرأي العام يعرف من هي هاتهي أن الشيطان منار منصري هذا البعض يقول لك ابن سديرة تقول عندي هنا أخلاق ومبدأ وكذا وكذا وما نتكلمش على الوليات وما نتكلمش على أعراض الناس وما نتكلمش لا ما نتكلمش أنا على أعراض الناس اللي ما عنديش معاهم مشكل كي نقول ما عنديش معاهم مشكل مش مشكل شخصي جزء سعيد بن سديرة مشكل الدولة يعني أنت واحد يجي يتكلم لك على بنت وزير وش علقتها مسكينها بنت وزير يقينها متصورة في كاباري كمين شروا لي يدموا يروح يصور لي واحدة بنت وزير بنت بوشوارب مثلا يصور لي بنت بوشوارب وتلعب وتشرب وكذا ومنا ومنا وتشتح وكذا ونشروا في أسرن الناس يعني هذه قلت تربية ويعني وقلت كم يقول لك ظرافة يعني خدماتها مرخص لأنه أنت عندك مشكل مع بوشوارب اللي الجزائري وكلهم عندهم مشكل مع بوشوارب لأنه هو وزير فاسد نهب أمواله وهربه وكذا أوكي مشكلتنا مع بوشوارب لكن بنته ما عندهش علاقة إذا كان بنته كانت تسرق معاه في الوزارة أوكي بس إذا كانت بنته فقتلي مجرد أنها بنته عيب أو حتى ابنه إذا كان ابنه تشارك في الفاساد سرق أمواله ونهبه وكذا وكذا أوكي لكن إذا كان ابنه ما عندهش علاقة ما عندهش علاقة ابنه يقرأ تاجر طبيب مهندس وش ننبه هو وش ننبه هو وبيو فاسد سارق قبتا ليسان ليه ليسان كل شيء تتعلق من عرقوبها من رجليها كل واحد يتحاسب وحده هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد أنا ما درتوانو حصل فيها مشاكل تعبوي هي بويو بوشوارب فاسد الله يسهل أما عندما يتعلق الأمر بمرأة خائنة وعميلة ومندسة ومساهمة في زرع الفوضى والخراب ومساهمة في زرع الفتنة هنا تولي الأمر مختلف لأنها هي لما كانت ترقص ما غطتش لحيتها هذه ما نار مانصري ما خرجتش كما يقولك الناس مختفية لا خرجت بوجها وباسمها وتنتقد وتسب تسب في الرجال مرتزقة وخوانة وقتلين وكذا بدون دليل بدون دليل تتكلم تتهم في الناس بدون دليل قال قال رام يقولوا وسمعنا وقرينا لكن هي ما عندها حتى علم تتهم في الناس هنا بالنسبة لي هذه ما نار مانصري لا تختلف على واحد من الخوانة الآخرين سواء كان خزير باريس أو غيره أو زير زيت أو غيره أو فرحات ماني خاصة أنها تنتمي لتنظيم إرهابي وهي تنظيم رشادوية من حركة رشاد إذن من حق الشعب الجزائري أن يعرف من هي مانار مانصري مانار مانصري من موليد 1975 بمدينة مغنية الحدودية ولاية تمسان مانار مانصري من موليد 1975 في مدينة مغنية ولاية تمسان من عائلة بسيطة عائلة فقيلة جدا عندها هي وشقيقتها عندها أخذها فقط يعني من أمها والوالد انتاعها كان عامل بسيط عامل يومي في مجال البناء يعني كان مونيبري كان مسكين خدام على شره يروح يعاون كش ماما صوي يجيب مصروف من عائلة فقيرة جدا بسيطة وفقيرة في مغنية معروفة في 1993 تحصلت على شهادة الباكالوريا انتقلت إلى مدينة وهران سجلت في جامعة وهران معهد علم الاجتماع كانت تقرأ في معهد علم الاجتماع في جامعة وهران السينية وكانت تقيم في الحي الجامعي مارافال لهو حي البدر كان بلاستينيوذر ستارت على البنات في حي البدر في وهران اسمها حي البدر هذا يعني معهد الحي اسمه الحي الجامعي اسمه البدر في منطقة اسمها مارافال في وهران معروفة حي البدر الحي الجامعي قصدي الحي الجامعي اسمه البدر في منطقة اسمها مارافال بوهران في عامها الأول كي وصلت هذي منان المنصري ملاحظة ما كتجدار حجاب كاتت تلبس الميني وكاتت متبرجة بالمفهوم بين قوسين يعني عادي جدا بلشانت تفهمه القصة كيفاش نحكيكم قصة هذية كانت بدون خمار بدون حجاب جاتت تقرأ في وهران معهد علم الاجتماع تسكن في الحي الجامعي البدر في مارافال تعرفت مع بنات في الجامعة ولا تروح تصهر ولا تروح تصهر في المراقص الليلية ودخلت الميليو كما نقوله في وهران دخلت الميليو في السنة الثانية تاعها لما وصلت السنة الثانية يعني السنة الأولى العامل ولا هاي بدأت تعلم الميليو دخلت السنة الثانية دوز يماني تعرفت معه واحد مطرب من مطربين راي سيدي حبيبي ويا دلالي سيدي حبيبي ويا دلالي هذا المطرب مشهور بأغنية سيدي حبيبي ويا دلالي مطرب من مطربين راي بتاع 1990 تعرفت معه في 1994 1995 تعرفت معه في كابار يشي تعرفت معه يعني قال في الجامعة ولا سيد قولنا يغني الراي تعزطله وتاع راي وتاع وما زالوا حياه موجود وما زالوا لحد الآن يغني الراي راي في فندق الهدف يوهران معروف في الكورنيش الهدف هذا المسمي قريب نظر القريب للقوصلية الإسبانية المهم في كورنيش أنا لأني كنت نصهر فيها كنت مرة على من روح لنصهر فيها هذا الهدف بكري في تسعينات أيام الشاب حسني الله يرحمه هولي بن شنات وصحراوي وفاضيلة وشاب حميد المهم أيام الزمن الجميع كنا نحو نصهر ثم في الهدف في ديسكوتاك الهدف 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 في وهنا هذا المطرب هذا لا دعي يذكر اسمه وهو عرف روحه سينورمال إذا كان تحب هي نذكر لها المطرب هذا لكن ما زاله حيمة وش راو لبس عليه يغني الراي من بين أغانيها المشهورة سدي حبيبي يادلالي معروف في المنطقة وهران تعرفت معاه وكانت على علاقة معاه كنت عيشة معاه وعلى علاقة معاه في 95 رفدت الحمل معاه جابت حمل غير شرعي نتيجة علاقة غير شرعية ما كانتش مرته وكانت صعبت وتخرج معاه رفدت الحمل معاه الآن أصبحت أمام أمر الواقع قالت له الآن المشكلة وش نيه لازم تروح تخطبني وكذا بش المهم السيد راح يخطبها عند ببيها في مغنية تعطت له العنوان وراح لببيها تعرف معاه وتفهم مع بباه قالوا ودينا نخطف الطفلة ورانيها حاب نزوجه في أقرب الآجة لأنه المرأ رايب الحمل واببيها مع البالوش ببيها مع البالوش سي نورما المسكين زوالي مع البالوش سيد جاي وخطبه قالوا ودينا خلاص عن الطفلة راني اللي شفتها عجبتني وتفهمنا وكذا وراني مع ونزوج معها ولازم نشهر هذين زوجه يا وردي وين كفية تزوج معها من شمال جدها قالوا لا كل شعلي ورواح تروح معايا نكرير لها دار في وهرن ورواح نكرير لها نكرير لها ونسكنو وصلا مسكين ببيها في حاجز أمني في حاجز أمني عادي تعالي الشرطة والدرك ولا الأمن ولا المهم حاجز أمني وقفوهم تفتيش كذا كذا هذا كالقناية تعالراي سريح ببيها دلالي كذا ربوا في جوب ولقوا عنده قوار وتعزطلة لقوا عنده قوار وتعزطلة سيد راي هرا يو شو راي راي لقوا عنده قوار وتعزطلة اي اهبط شكولي معاك معاك سيد شيخ موسكين موسكين مونيفري جاي باش يكري البنته القروحوا في ورطة في الكوميسارية سيد تعرفوا قالوا موسكين بسيط ما عنده علاقة قالوا انت هو القضية المهم مشاتي السيد مسكين ابويها وابوي منار مناصري الزعاف بتاع وعودوا ولا الزعاف بتاع بنته اللي كانت في وهرا ومازال ما شايف هاش داروا في امها عطاها طريحة وطلقها وقال لها ترفدي قشكتي وبنتك ذركها وتخرج وتروحي البنتك تا 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 اللي دارتلي الفضائح وبهدلتني وعشيت الكوميسارية يعني طلق مرته اللي هي ام منار وقالها رفدي بنتك كانت شوية صغيرة قل من منار قال رفدي بنتك خرجه ليا عشات رفدة بنتها ورفدة كابتها ورايحة تحوس على منار في وهر عطت المنارسي نورمالها وشترا وشترا وفهمت القصة المنارس انتظرت امها واخوتها راحت كانت لهم بيت قصديري في حي اسمو اه السنين تشوف نعطيكم بالضبط باش من نغلطش المنطقة اللي اني منعفش اه بيت قصديري في كوشة الجير كان المنطقة اللي بانين فيها بيوت قصديرية يعني بناء فوضوي في منطقة اسمها كوشة الجير كوشة الجير في وهرن كانت لهم ثم براكة يعني كش ممنعد عائلة قتلهم يسطرهم مهم سكنتهم في ذكر براكة وهي راي سكنة مع القنية تعرايها الراي سكنت معاه وراحت عقدت معاه بدون حضور ربيها دارت عقد وتزوجت معاه رسميا بعقد رسمي وموجود العقد وبقات عايشة في وهرن هيوية بعد ما زيدت الطفلة جاب الطفلة اسمها ويصان ربي يحفظها وتطور في عمرها أنا منش نهدد فيك في بنتك يا منار أنا حبيت نقولك أنت راح تكوني سبب في كشف تاريخ بنتك للرأي العام باش يعرفوا هذي اللي راي تناظل وراي تلعبها باش عارف انها تحارب في الفساد وتحارب من هي؟ واحد لازم يحارب الفساد لازم يكون نظيف هذي قالها عبد الغني الهامل ربي يطلق صراحه اللي راه مظلوم من عند العصابة هو ممكن عنده مشاكل أخرى لكن قضية سجنه قضية سفيد حسابات ومعروفة ومعروفة الهامل قال لي حابي حارب الفساد لازم يكون هو نظيف انت نفس الشي إلا حابة تحارب الفساد وحابة جزائر نظيفة لازم يكون انت تكوني نظيفة أو تعترفي للشعب الجزائري قال أنا كنت فاسدة والآن ربي تابع لي يا راني حابة نعاون بلادي باش نصلحوا البلاد ما تلعب بياش انتيا مش عارف انها رابعة العدوية مش عارف انها أم المؤمنين ومعروفة 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 امال السعيد بنصديراد ويوري للشعب الجزائري من هي مانار منصري تاريخ الأسود القذر قلت انه زادت عندها طفلة سماتها ويصال وبعد ما زادت عندها طفلة مباشرة اطلقت اطلقت اطلقتها راجلا ما تفهمش معها اديت الطفلة وطلقت رسميا وعقد الطلاق موجود عقد الزواج موجود علىها نظلو ناظر بالرمو المهم سكنت في كوشة الجير ومن بعد تفارقت هي وهذا محمد صغير اطلقت هي وياه وراحت قعدت مع امها واختها في كوشة الجير ودت معها بنتها وقعدت تبحث على عمل هاي هاي مكملتش الجامعة نقول كما قرأت السنة الثانية وبعد صراولها هذه المشاكل انقطعت عند دراسة يعني الجامعة حبست الان راي قرأت عامين في علم الاجتماع في وهرن وبدون عمل وبدون دراسة ومطلقة وعندها طفلة رحت تبحث على عمل اول ما بحثت رحت كانت بداية تعددية الإعلامية وفتح جرائد وكذا رحت بدات في واحدة الجريدة اسمها منبر الغرب هذه وست تريبين هذه كانت وحدة بالفرنسية وست تريبين وكانت وحدة بالعربية اسمها منبر الغرب جريدة منبر الغرب في وهران رحت اشتغلت فيها هذه منار منصري كمحررة في قسم اجتماعي او ثقافي او كذا وكانت تخدم معاهم شوية في الجريدة يعطوها مصروف وفي بعد سنتين اشتغلت معاهم يعني 2006 2007 نهاية 96 97 96 97 نهاية 97 التحقت بجريدة الراي في وهران جريدة الراي في وهران معروفة اشتغلت في جريدة الراي نفس الشيء وكانت متبرجة وكانت تلبس الميني وكانت تروح تصهر في الكباريات وكانت لكل من هب ودب يعني كانت لكل من هب ودب هذه معلومات رسمية وبشهود عين اللي كانوا معاها ويعرفوها بالاضافة الى تقارير ولا تخيربت القطاطي اللي هي ما تخرهاش المياه اذا درت الافاعير في وهران وفي 1999 1999 ما زالت تشتغل في قناة في جريدة الراي رسلوها كمراسلة لانها كتشاطرة وتحب كذلك الفن وكتحب تغني تعرف تغني يقول لك مخطرة تغنيكم عنه مباشرة قناة قناة السيد اللي خبرني والتقارير يقول لك قناة تعرف تقني يعني القناة تعال قناة اذا كانت مهتمة بالفن مليح مدير الجريدة او رئيس تحرير رسلوها في مهمة الى القاهرة مصر لتغطية تظاهرة مهرجان الفلم مهرجان الفيلم العربي بالقاهرة راحت في 1999 الى القاهرة لتغطية المهرجان Von Irla قاعدت في القاهرة ومن المهرجان كيكمل قاعدت في القاهرة حرقة الفيزا كتعدها فيزا تعرفت معه واحد صاحب عندما ل jeszcze كان دقال وذلك كورنيش قاعدت تخدم في ذاك كاباري وقاعدت في القاهرة سنوات وهي خدامة في ذاك الملحى الليلي والمرقص رقاصة وبترقص رقاصة وبترقص هذه منار منصري كانت رقاصة وبترقص في القاهرة وفي منتصف المعلومات 2005-2006 تعرفت على واحد إخواني عجباته وما ما هي عجبها أطلب منها قال أنا نقدر نصرك ونقدر نقرع عليك الفاتحة ونقدر نسكنك ونصرك نخرجك من هذه الملحى بشرط أنك توبي وتحبسي هذه الكاباري وذي الصهرة تحبسي لأنه تعرف معها صدفة عجبها وعجباته وكذا ربطت معها علاقة وبالفعل ثم دارت الخمار دارت الحجاب ونقدر نقوله باللي الله أعلم هذه أربي لي يعلم بالغيب أسكتابة صح أو مثلت عليها لك المصري لكن ما هو زواج زواج عرفي في مصر الزواج المسيار والعرفي هذا يا عادم تزوجت معها زواج مصر وعاشت معها فترة إلى غاية بداية الثورة في 2011 كانت التعاون مع بعض المجلات مع مجلات الإخوان هذا اللي عرفه الإخوان عرفه بعض المجلات بعض الجرائد كانت تعاون معهم تقليص والحة في ثورة 2011 في القاهرة ثم اللي يعني ظهرت ولا تتكلم ولا تدير فيديو اليوتيوب ولا تنشط ولا تكذا ولا تكذا وانضمت إلى الإخوان مع هذا اللي كان عايش معاه وأصبحت تنشط نشاط سياسي فيما يسمى بثورات الربيع العربي طبعا ربطت علاقات مع جهات أجنبية يعني مشبوهة مننا ومننا وبدأت في التواصل مع زيت زيت ومع فلان ومع فلان ومع فلان وبدأت في مسيرة خيانة الخيانة والغدر ضد بلادها الجزائر والقصة معرفة في فترة ملاحقة الإخوان تم تهريبها مع مجموعة من المتعاطفين مع الإخوان في مصر حربوها إلى تركيا إلى اسطنبول وقعدت في تركيا وفي تركيا في أيام البحبوحة والعز بتاع الإخوان مع أيمن نور اللي هو محسوب على الإخوان حتى هو معدوش علاقة بالإخوان اللي كان ما ترشح للرئاسيات أيمن نور وانا عارفه شخصيا تقابلت معاه في مصر هو مجموعة من جماعة إخوان لما روحت للمصر في نهاية 2011 يعني بعد الثورة شوية تقريبا ميدان التحرير وذيك المشاك كنت أنا موجود في القاهرة نفس الشيء لكن ما تلقيتش معادي ما نرمسي ما نعرفهاش قلت أنه أيمن نور هذا يا تقربت منه وأصبحت من جماعته وظفوها في قناة الشرق اللي تابع الأيمن نور ومن ثم أصبحت تتبع الأجندة الإخوانية الصهيونية اللي هي أجندة أنور أيمن نور هذا مع الصهائلة لزرع الخراب والفوضى والانشقاق وفي الدول العربية ساهمت في الثورة الليبية بأسلوب التحرير التاعها والخيانة والغدر ساهمت في الثورة التونسية ساهمت في كثير من الثورة يعني مع الجماعة اللي كانوا حابين حلف الناتو يدخل ليبيا مثل زيت زيت اللي خلوا الناتو يدخل يقضيقهم القذافي وبعد ذلك دوروا عليه ها وراح القذافي وراحة ليبيا لاسو قموك والو كلش راح دوقن كلش إذن هذه منار منصري من مرمية كم يقول لك الناس من عنده بويها أرماها وطلق أمها هي السبب في طلاق أمها جابت بنت في الحرام هالي حقيق مانش نسبر نقول في الحقيقة كانت سبب فيه خراب بيت اللي هو ببيها طلق أمها لأنها جابت له واحد ستايلي ولقوا عنده قواره تعزط له وببيها من الزعاف طلق أمها عشت مشرد دمها واختها وزاد شردت معها طفلة اللي هو ويصال ثاني جابتها في الحرام وشردتها والآن تريد أن تنتقم من المجتمع الجزائر الذي لم يرحمها في نظرها لأنه هي تقول لك أنا مرحمونيش في الجزائر مرحمني لا ببي لا اللي كنت نخدم معاهم لا هلك القناة اللي جبت معها طفلة ثاني رماني مرحمونيش في الجزائر إذن عند ذلك الحقد وعند ذلك الدمار ضد الجزائر لازم هالجزائر تشوف الدم يسيل وتشوف الخراب وتشوف الميران وتشوف الدنيا محروجة فهمت وعليش قلت لكم باللي لازم تعرفوا تاريخ هؤلاء الذين يدعون النضال لازم تعرفوا تاريخهم من هو زاد زاد ولماذا هرب من هو خزير باريس ولماذا هرب من هو وليد مو ولماذا هرب من هو سراق الكوفيرتات ولماذا هرب من هو هذا البوليسي الفاسد السراق واسمه صخري ولماذا هرب من هو مربي الكلاب ولماذا هرب من هي منار منصري ولماذا هربت لازم تعرفوا تاريخهم ما فيهمش واحد تاريخه ضيف كلهم 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 بدون استثناء تاريخهم أسود ما كانش لي خرجوا وارف عراسهم كلهم خرجوا مهبتين روسهم كي تحاحنا وهربوا من الحدود مثل ما فعل الخائن سويدية مثل ما فعل الخائن خزير باريس ومثل ما فعل الخوان الآخرين اللي هربوا من الحدود التنسية والقائمة عندي اللي هربوا من الحدود التنسية هاربين قائمة موجودة واللي خرجوا من المطار لكن هاربين لأنهم خلوهم مراهم كوارث القائمة موجودة وانا قلت لكم وعدتكم ووعد الحردين أي طحان أو طحانة أي خائن أو خائنة أي كلب أو كلبة تتطاول على الجزائر سأكون لهم ولهن بالمرصاد لن أستثني كلب ولن أستثني خائن ولن أستثني عميد سأدك خيشون أي طحان أي طحانة تتطاول على الجزائر خاصة في الظروف الحالية أنا هؤلاء الخوانة ما تكلمش عليهم لما كان ما يسمى بالحرك الشعري لما كان صراعنا داخلي جزائري جزائري ما يحب ما يحب ناذر عليهم قلت خطينا منهم ما رانا زيتنا في دقيقنا لكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الخوانة مع الغدارين مع الأعداء مع الكيان الصيوني الجبال هنا الصمت يعتبر خيانة لأن هناك فرق ما بين واحد يسكت لأنه لا يعرف شيء ولا يعلم وفرق ما بين الذي يعرف ويعلم ويملك ملفات عن هؤلاء الخوانة ويصمت أنا لست جبان ولست خائن ولست عميل ولست متواطع حتى أصمت على هؤلاء الخوانة أي خائن يخرج راسه سأقطفه إني أرى رؤوسا قد أينعت وحانى وقت قطافها وإني لقاطفها بإذن الله يولد الذين يا المنتنين يا المصنانين يا المخنانين يا طحاحن يا مرخص يا خوان يا عملاء سأدك خيشومكم دكا سيد حبيبي يا دلالي سيد حبيبي يا دلالي يا أزاري يا دلالي يا ده يا دوا